السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في كورس كابكات الاحترافية واليوم عندنا شرح قائمة كيف نستفيد من تطبيق كابكات في تعديل ألوان على أي فيديو عندنا على تطبيق كابكات بطرق احترافية وكيف نطلع نتائج احترافية ونستغل قائمة بالطرق الصحيحة للملونين المحترفين خلوكم معي بعد الفاصل عشان تعرف على قائمة وكيف نستفيد منها وكيف نستفيد من جميع خصائص قائمة كولرس خلوكم معي بعد الفاصل يا أهلا وسهلا بكم من جديد أسعد الله وقاتلكم بكل خير أنا شرحت في الكورس السابق في الحلقات السابقة كيف نستريد من القوان كلها وإي شيء تقسيمتها موجودة في هذا القائم اليمنى وإي شيء موجودة في القائمة اليسر وإي شيء موجود عندنا في الوسط عشان تفهم تطبيق كبكات أنصعك تراجع الحلقات السابقة الموجودة في وصفة الفيديو لأنها كل سلسلة مرتبطة بعضها في بعض الحلقة هذه مرتبطة فيها قبلها فأنصعك أن تتشاهد الحلقات السابقة عشان تفهم تطبيق كبكات وتقدر تطلع نتائج احترافية من خلال هذا الكورس الاحترافي الآن راح نتعرف على قائمة فيها جميع خصائص الكولارز وفيها جميع الأشياء الخاصة في تعديل ألوان الفيديو طبعا عندنا طريقتين للتعديل الألوان في أن طريقة احترافية تتبعها محترفين التلوين في طريقة عادية أتوقع الأغلب يستخدم الطريقة العادية اللي هي أنك تطبق الألوان على الفيديو بشكل مباشر وهذا يعتبر خطأ يبدأ يطبق الألوان يحدد الألوان على الفيديوهات بشكل مباشر ويبدأ يطبق الألوان ويعدل مثلا زي كده يعدل الإيضاءات ويعدل كل حاجة من قائمة فسك لا هذا خطأ الأفضل لنك تجيب adjustment وتطبق الألوان على adjustment ليش؟ لأنه أنت الآن لو طبقت الألوان على adjustment أنت ما دمرت الـ video الأساسي الفيديو الاساسي معك موجود مثلاً أنا عندي خطأ الآن مثلاً أنا زودت الإضاءة على بهذا الشكل وزودت مثلاً اللولا الأحمر وصار عندي مشكلة في الألوان. أنا أقدر الآن أرجع على قائمة أرجع على قائمة أقدر ألغيها وأقدر أعدل فيها وأقدر أضيف أي حاجة مثلاً أرجع على الألوان وأقدر ألعب في الألوان مجديد بحاجة أنه أقدر أستخدمها وأقدر كذلك أن أقسمها وأخلي كل على قسم من فيديو معين عندي تاحد مثلاً كانت أني مجوعة من الفيديوهات فيها ألوانها مختلفة وإضاءاتها مختلفة فأقدر أعدل على كل قسم حسب الأجلس الموجودة عندي لكن أنا لو طبقت على كل الفيديوهات بهذا الشكل وجهت أن أعدل لون معين وأعدل إضاءة معينة فرح يتدمر عندي كل الفيديوهات تدمر عندي لتطبق على نفس الأفكت عشان أرجع من جديد أعدل كل الأشياء الموجودة على الفيديو فرح ممكن تروح عندي أشياء كثيرة جداً جداً فإذا كان عندي فيديو مدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ومصور بطرق وأماكن مختلفة فهذا الشي رح أنك هذا الشي رح يخذك تضطر أنه تحذف كل الخطوات اللي سويتها في المونتاج وترجع على كل فيديو وتلونه من جديد وهذا رح يعني ياخذ من وقتك ورح يتعبك ورح يسبب مجهود عشان كذا أنا شرحت لكم الطريقة الأولى هي طريقة المبتدين الميعرفونها يعني توقون التأثيرات الألوان على الفيديوهات بشكل مباشر لا طريقة الاحترافية نستخدمها المحترفين ونستخدمها في المونتاج بطرق احترافية أنك تطبق الألوان على عشان إيش إذا صار عندك مشكلة في أي فيديو معين ترجع آآ تعدل على أي جزئية معينة بدون ما تأثر على جميع ناصر الفيديو الأساسية إن هي موجودة عندك فهم بس طب في تلاحظ أنه رجع عندي الفيديو على ما كان عليه تمام بس لك أنا مزود الآن الإضاءة أرجع على الفيديو خلونا نبدأ الآن بالألوان أنا بس شرحت الفكرة الأساسية من إضافة وليش أنا أطبق الألوان على ما يخليك تدمر الفيديو يعني ما تدمر العنصر أساسي الفيديو الأساسي للفيديو الأساسي يظل الخام لو أنا زي قائمة يظل عندي أرخام أروح على قائمة أقدر أنا أضيف وعد كل شيء أريده على قائمة وهذا الغاية وهذا الشيء الأساسي من قائمة أجستمنت لازم أنت تفهمها في كل مرة برامجة منتاج راح تواجه قائمة أجستمنت بحيث أنك تضيفها طبقة إضافية فوق الفيديوهات أو فوق العناصر لأنك عايزة تلونها أو تضيف عليها إفكتات معينة الآن نبدأ في التلوين أول قائمة عندنا من أجستمنت هي قائمة عندنا آآ عندنا أكثر من عنصر تمام على قائمة أجستمنت أول خانة تجين في قائمة هي كولورز ماتش هذا في البرو لو أضيف الآن راح هذا يبدأ بالذكاء الاصطناعي يضيف لك الألوان ويعدلها عن طريبه مثل سلكت كروم فيديو هذا الفيديو مثلا تمام أعطي أوكي راح يبدأ هو يضبط الألوان بطريقة وطريبته قال لي أنت شوف لاحب معيك بعطاني الألوان هذا سميها آآ كولور ماتش يعني يضيف لك الألوان ويضيف لك طبقات لألوان بشكل مباشر لو أرجع مثل الفيديو السابق لاحب ما يرجع الفيديو مثل ما كان هذا يعني تستخدمه في البرو يعني ما راح يخليك تستخدم فيه في التطبيق كوكات المجاني يعني تستفيد مثل ما شوفنا مع بعضا شوفنا مع بعضا نستفيد منه في إضافة جزء آآ إضافة آآ تشبع لألوان تشبع للألوان على الفيديو بهذا الشكل يعني نقدر نضيف هودا ولون معين مثل ما شوفنا مع بعضا هذا التأثير البسط اللي طار معنا طيب بعد ما راح نستفيدنا منه بشكل آآ أساسي الشيء الأساسي طبعا الشيء الأساسي نستفيد منه هو القوام هذا اللي موجوده في الأسفل تمام عشان نقدر نشرحها الآن طيب الآن قائمة لوت لوت هي عبارة عن إفكتات خارجية تجيبها انت على تطبيقات خارجية وقوالبها جاهزة ملونة تجيبها على التطبيق كبكات وتكون هي يعني ملونة جاهزة مطبقة فيها التلوين مثل قائمة adjustment جاهزة طيفة فقط مباشرة فوق الميديو تبدأ بتلوين الفيديوهات الطريقة طبعا هذه في تستخدمها في الفيديوهات المصورة بطرق معينة وبأشياء معينة لو أنزل تحت على adjustment هي الأشياء المهمة عندي قائمة adjustment قائمة adjustment هي الأشياء الأساسية اللي راح أشرحها وأفصل فيها أكثر هي القائمة الرئيسية في تلوين الفيديوهات مثلا عندنا اللون الأزرق هذه تتحكم فيه اللون الأزرق والأصبر مثلا أنت شفت فيه عندك في الفيديو اللون الأصفر طاغي أو اللون الأزرق طاغي مثلا عندي الآن هنا ألاحظ أنه فيه لون أصفر طاغي فأنا أقدر أسحب هذا الشكل وأقدر أرجع الصورة الوضحة الطبيعية فمثلا أقدر أسحب اللون الأصفر وخلي اللون طبيعي إلى اللون الأزرق ويعطيني نوع من التجانس في الألوان مثلا ما نشوف مع بعض لو أرجع اللون الأصفر راح تلاحظ أن اللون الأصفر طاغي شوية فأنا أعطيه شوي من اللون الأزرق عشان يصير في تناسب بين اللون الأصفر والأزرق إذا شفت عندك اللون أخضر طاغي في الفيديو مثلا بعض أحيان يتصور في إنارة خضرة عندك أو في المكان فممكن تزيد البنفسجي أو إذا كان عندك بنفسجي زايد فكنت تصور فيها ما كان فيها بنفسجي زايد فتسحب إلى اليسار عشان يصير في تناسب بين الألوان الآن ما عندي لون الأخضر ولا لون بنفسجي كل الأمور تماما فأنا أخذنيها مثل وضعها الطبيعي لكن كان عندي شوي زايدة اللون الأصفر فعلا سحبت باتجاه اللون الأزرق عشان يكون عندي تجانس في الألوان اللون الأحمر هو الساتوريشن كل شيء لونه أحمر عندك في هذا الفيديو راح يبدأ في التشبع وزيادة في اللون الأحمر لاحظ معاي كل شيء يعني من درجات اللون الأحمر راح يصير في تشبع فهذا ممكن تزيدو إلى حبتين أو ثلاث حبات عشان درجتين إلى ثلاث درجات عشان ما يخرب لك الفيديو مثلا تستبب سوي بهتان فأمتى ممكن تشيل هذا اللون بشكل كامل فراح يروح عندك كل شيء لونه أحمر ودرجات الأحمر خلي زيادة حبتين خلي زيادة درجتين قويس تمام راح لقائمة لايتنسيس هي عبارة عن الإضاءات وتعديل الشادو وتعديل الشاربين والقائمة الفيكتيز هي قائمة الشاربين والحدة والأشياء التابعة لها قائمة لايتنسيس هي عبارة عن الأشياء خاصة كالكونتراست الهايلايت الشادو والوايتس البلاك الألوان ستيشن فهذه كلها قائمة خاصة فيها الإضاءة من المهم منك تعرف إضاءة الفيديو أنا إضاءة الفيديو عندي هنا خافتة شوي مثل ما نشوفها مع بعض فيها خفتان شوية هذا خفتان راح يخرب لي الفيديو خلا يشوفه وشي أنا معدل إضاءة هنا ما يمعدل كل شيء تمام هي عندي الفيديو الخام أنا الآن لازم أعدل ألوان أو إضاءة الفيديو بحيث تكون مناسبة معي وواضحة للشخص اللي شوفه الفيديو أول شي رح على الأول خيار أزيد شوية أزيد شوية نسبة الإضاءة خليها مثلا إلى 25 أو 21 عشان تكون معي أفضل الكونتراست هي عبارة عن تشبع الألوان يعني تشبع الأجزاء المعينة من الألوان شوف لاحظ مع بعض كيف راح يتشبع معك الصورة فهي زيادة بحدة الأشياء لحدة الألوان الأشياء الموجودة أو بهتاند عكس الحدة هذه نزيدها درجتين عشان يعطيني باللون البني واللون الأصفر واللوان هذه زيادة غمقان شوية في ألوانها الهاي لايت هي الألوان الساطعة أقدر أنا أزيد السطوع لاحظ معي اللون الأبيض صار زايد أكثر الهاي لايت هي الأماكن التي تستطع فيها الإنوار أو الأشياء لونها أبيض فأنا أقدر أخففها وأقدر أزودها فأنا رح أخففها وبشكل عام لازم تخففها درجة ودرجتين عشان ما أسبب لك نويز في الفيديو الشادو هي المناطق اللي بيها الظل تقدر أزيدها لو أزيدها رح شوف إيش يصير معي يروح كل شيء في وظل يختفي من الفيديو مثلا عندي ظل في الفيديو وعايز أشيله فأقدر أزيد النسبة وأقدر نقصها عشان يزيد الأماكن فيها الشادو فأنا أقدر أزيدها شوي عشان أشيل الأماكن اللي بيها الشادو مثلا عندي هنا الشادو في ميضة الصورة فأقدر أزيدها وأقدر أخففها عشان تزيد عندي أو تخف عندي وزيد عندي أماكن الشادو لو أن أقصها لاحظ اللون الأسود يزيد عندي فلو أزيدها راح تلاحظ أنه الشادو راح يخف معي فأنا راح أزيدها أربع درجات عشان كل شي في وظل يروح معي تمام هو اللون الأبيض الساطة لاحظ معي كيف إذا زودته أكثر راح يزيد اللون الأبيض الساطة لو خففته راح يخف اللون الأبيض الساطة الآن الأمور عندي متوازنة ممكن أزيده درجة واحدة بس وأخلي على وضع هو اللون الأسود الرامق يعني أي شيء فيه وغامقان قريب لللون الأسود راح يزيد معك أو تنقصه لو أزود الآن راح يروح معي اللون الأسود يخف يعني يصير زي البياض في الفيديو لو نقص للآخر راح تلاحظ أنه اللون الأسود والقريب من اللون الأسود صار أسود مرة فأنا راح أخفف يعني أخذ لي سالب أربعة أو سالب ثلاثة عشان يكون اللون الأسود عندي قوي هي عبارة عن تشبع الألوان في الفيديو بشكل عام يغطيك زي التشبع والاحتراق للفيديو تلاحظ معي كيف صار اللون يعني مرة كانه محتر كانه زايد لو أخفف راح تلاحظ نفس التشبع نفس سطوع في حدة الألوان فهذا ممكن أنت تخلي سالب ثلاثة أو تخلي موجب درجتين عشان يكون عنده أفضل كل فيديو له طريقة معينة بهذا الفيديو راح أخلي موجب ممكن أرجع بعد شوية بعد ما أسوي الخلطة النهائية ممكن أرجع نقص حسب ما أنا أشوف بدل الطريقة النهائية في الفيديو الشارب من الأشياء المهمة جدا هي الحدة قائمة الفيكت الشارب من الأشياء المهمة جدا أنك تزيد حدة الفيديو ولكن ما دخلها يتعدى سبعة وعشرين ستة وعشرين للوزلوتة أكثر راح تلاحظ أنه الفيديو واضح أنه فيه مشكلة لكن أقل درجة ممكنة وأن تدخلك في درجة الأمان هي خمسة وعشرين إلى الثلاثين كأقصى حد يعني عشان تكون في درجة الأمان خمسة وعشرين إلى ثلاثين وحسب كل فيديو جودة تقول فيديو روحة لبعدها البعدها هي إضافة زي النويز للصورة هي حدة قائمة من قوابع الحدة لكن إيش تعطيك أكثر تشوف الصورة تصير فيها زي التماسك كأنه تلاحظ أنه فيه مشكلة في الفيديو ذلك وزوبتها للآخر لكن إحنا نأخذ طريقة الأمان نزودها ثلاث حبات ثلاث درجات نزودها ثلاث درجات عشان ما تخرب الفيديو والأشياء الخاصة في الميديو روحة لبعدها تضيف لك زي النويز في الفيديو لاحظ معي زي النويز ما رح نستخدمها نهائي الفيد نفس الموضوع زي البهتان في الفيديو وما رح نستخدمها في الفيديو اللي عندنا طبعا هنا هذي نستخدمها بشكل عام اللي إضافة حواف لونها أسودة وأبيض في الفيديوهات غالبا نستخدمها ضيط شيء بسيط يعني ما يأثر على الفيديو بهذا الشكل تمام يعني ثمان درجات إلى ست درجات بحيث أنه إيش يعطيك زي الأطراف أنها تكون سودة عشان يعطيك تباين بين اللون الأسودة والألوان التي تكون في عمق الفيديو الآن وصلنا لدرجة جميلة في التلوين وأقدر أعيد وأضيف وأعدل إذا شفت الأمور مضابطة معي الآن لو أطفي وأشوف قبل و بعد لاحظ معي قبل لاحظ معي بعد النتيجة يعني صراحة النتيجة كانت صارت معي إبداعية شوف معي هذا قبل الوطف الأجستمنت وهذا بعد من فواد الأجستمنت أنا الآن لو عندي مشكلة في جزء معين من الألوان أقدر أعدل عليه وأضيف وأبدل لكن لو أنا مطبق الألوان على الفيديو هذا المتبعش راح تلك بالبداية راح أفضرني أرجع كل الخطوات السابقة وأبدأ أحدد فيديو معي وأعدل عليه وهذا راح يكون معي يعني راح يكون معي عقبة كبيرة ويشكل لي عقبة في التلوين وفي تعديل الفيديو وراح أضطرني أرجع وضيع وقتي ويأخذني جهد كبير ومجهود كبير جدا على تعديل ولكن أجستمنت راح يوفر عليك الوقت والجهد إنك ترجع وتعدل على راحتك تمام لاحظ مع النتيجة كيف صارت قبل وبعد فالموضوع صار جميل جدا حصلنا على نتيجة حلوة مع بعض لو أشوفها الآن وأشغل شوف نتيجة هذه بعد وهذه قبل يعني صراحة طال الآن حصلنا نتائج احترافية في التلوين لاحظ معي كيف الألوان طبعا في الآن مرحلة ثانية مرحلة الثانية هذه من الأشياء المهمة جدا في التلوين إنك تتحكم في لون معي مثلا أنا يا مشان عايز أسحب اللون الزهري هذا اللون الزهري عايز أسحبه أو عايز أزيد لونه كيفين الآن من قابلة الهيو إنك تتحكم في الألوان على حدة يعني عندك ألوان معينة أقدر أتحكم في أقدر أسحبه وأقدر أزيده وأقدر أتحكم في تشبع أو البهتان الخاصة مثل عندي اللون الأحمر ودرجات اللون الأحمر من درجات اللون الأحمر اللون الزهري والألوان الزهري واللون الأحمر الغامق والفاتح كلها تؤثر من درجات اللون الأحمر لو أزيدها لاحظ معي اللون الأحمر كيف يزيد تمام طيب من درجات الزهري الزهري هذا لو أزيد شوية راح تلاحظه اللون يتغير عندي مثلا أنا عايز أغير فقط اللون الزهري صار عندي الآن قريب للبنفسجي لو أزيده أكثر يصير عندي قريب للأصفر أنا عايز اللون يكون طبيعي هو قريب للزهري فأنا راح أزيد اللون شوية شوف لاحظ معي صار معي أفضل وأحسن من أول تمام إيش اللون الثاني اللي أنا أستفيد منه بهذا القائمة ما أضع عندي لون أحمر ممكن أزيد اللون أحمر درجة بس عشان يعطيني أكثر اللون الأصفر تشبع اللون الزهري أكثر أروح اللي بعده عشان نحصل اللون البرتقالي هذا شوف وين بأي قائمة قائمة اللون البرتقالي هل هي في الأحمر أم في الأصفر هذا هي طائمة البرتقالي بهذا موجوده هذه هي تمام لو أزيد لاحظ معي هذه قائمة البرتقال لو أخفف راح ينساهب عندي اللون البرتقالي مثل ما أشوف مع بعض لو أزيدها بهذا الشكل راح يزيد عندي اللون البرتقالي بهذا الشكل يعني صراحة قم في الإبداع أنك تفهم هذه الأمور قم في الروع أنك تقدر تعدي اللون معين على تطبيق كبكات شوف الإمكانيات الرائعة لتطويق كبكات الإمكانيات الكبيرة والإمكانيات الاحترافية يعني الآن أنا زيدي درجة اللون البرتقالي يعني للدرجة بحيث أنه ما أثر على جميعنا أصر الفيديو أروح على اللون الأصفر إيش عندي هنا؟ عندي لون أصفر ما عندي لون أصفر لكن عندي لون أخضر اللون الأخضر هذا يشوفه مع بعض هذا الأخضر وهذا الأخضر أقدر أتحكم فيه من هذا المكان وهذا الشكل لكن سبب لي مشكلة في اللون البرتقالي أروح على اللي بعد طبعا لدي هذه لونة الاسفر و hurts أو درجات لونة الاسفر أقدر أني أتحكم فيها إن استحابت اللون الأصفر كلفهم وهنا في سطوء اصفر فأقدر أتحكم فيه أقدر أزيده وأقدر أتحكم فيه فأقدر أخلي مثل ما كان و هنا يا راح برتظيته برتوفي هنا أصبakah برتقالي أكثر فأغانé أحديث لتحكم فيه و أتخلي هذا مثلما كان وأروح على اللون الأخضر تعني اللون الأخضرون على أساسي لذلك هو الرحلة refirte من هذا المكان أحسن فألاحظ معي أروح على اللون الأخضر هذا الزياد القائمة لاحظ معي لو أزيد لو أسحب راح يروح accelerated fist bit 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 اللون الأزرق طبعا عندي من درجات LUWN мозرق البنفسجي هذا اللون البنفسجي ورق التحبة هذي يعني يعتبر درجاتيا بنفسجي ومن هذه الدرجات ليس لون أزرق حتى هنا أحس Citizens لكن عندي لون أزرق في الساعة الموجودة وفي القدم بعدما كان شوف لاحظ معي فلو قدمت الفيديو وإذا في لون أزرق في الفيديو فأنت ممكن تستفيد من اللون أزرق ستزيد حدة اللون الأزرق بهذا الشكل لاحظ معي لو أسحب راح ينسحب مع اللون لو أزيد راح يزيد معي اللون الأزرق ويصير أكثر وضوح تمام وصلنا للمرحلة حلوة أرجعنا اللون الأخضر مثل ما اتفقنا زودتها لشوية وأروح على اللون البنفسجي هذا اللون البنفسجي أقدر أزيده شوية وأقدر أخفهه كذا بهذا الشكل أغير بهذا الشكل نحط لونه بهذا الشكل علشان يصيرك تناسق بين لون هذا واللون الزهري هذا تمام يعني خلّرنا بلنفسجي تقدر تخليه أزرق قريب للبنفسجي قريب للأزرق وهذا الشكل لكن اللون هذا أحسن نلوط بلنفسجي خلّره على لونه الطبيعي وأزيد حدته شوية بهذا ما كان تمام يا سلام طيب أشوف إيش أندي أشيئة ثانية أزيد حدتها مثلا انا زدت اللون الازلق خالص تمام كل شيء تمام عندي مقاعمة الكيربز هي الاشياء اللي انت تصنع منها اه زي تدرج الالوان زي التنسيق في الالوان لو اضفي الان عشان بس نلاحظ ايش قائمة الكيربز و ايش نستفيد منها مثلا عندي اللون الابيض هذا تمام حاجز اسوله كيرب معين بهذا الشكل ارفع تمام لازم تحدد واشياء الفيديو اجيب طبقة اه الجسم ثانية واطبق عليها الكيرب عشان اذا اصار عندي مشكلة بس نشوف كيف راح نتحكم في الكيرب تمام انا الان موجود على طبقة الاجسم منتة الثانية تمام اروح افضل قطارة مثلا عندي اللون الابيض هذا عايز ازيده لاحظ معي كيف صار اللون معي اقدر اضيف نقطة ثانية مثلا اللون الاسود خفف شوي بعد الشكل فراح يصير معي تناسق في الالوان مثلا افضل قطارة اللون الزهري هذا لاحظ معي سويت انا كيرب طفي شوف بعد وقبض فهذا الكيرب تحكم لك في الالوان على شكل كيرب تمام على شكل اسلوب معين فتقدر انت تستفيد منها في الالوان طبعا نافض درجات اللون الابيض بالبداية وطبعا تقدر تحكم فيها تحذف جزء معين اذا ما عجبت مثلا النقطة هذه ما عجبتك النقطة هذه مثلا ما عجبتك الان راح تحكم فقط باللون الابيض ودرجات اللون الابيض الاسود والابيض ازيد الاميض هذا الشكل وخفف الاسود هذا الشكل تمام اروح على اللون الاحمر اللون الاحمر لدرجات اللون الاحمر ودرجات الافضر ودرجات اللون الازراب اللون الاحمر طبعا من درجات هو اللون الزهري هذا وين اعطاني هنا ازيد شويا راح يزيد اللون الاحمر معي لو اخفف من الاسفل راح يخف معي لو ازيد من هنا راح يزيد من اللون الاحمر لو اخفف راح يخف اللون الاحمر تجاه اللون الاخضر فأنا راح أخذ نقطة معينة بس هذه النقطة أزيدها بس وأخفف شوي من هنا خلنا نتجاه اللون الأخبار عشان ما يصير مع المشاكل تلاحظ معي كيف صار التشوع طفي طبعا نزود اللون الأبيض هنا فوق خلنا ننقص اللون الأبيض طيب الآن الكير أي منتما شبنا مع بعض كيف نتحكى في الكير كيف نستفيد من الكير وهذا الطريقة يعني هي الطريقة بسيطة جدا جدا اللون الأخضر مثلا أخذ اللون الأخضر مثلا عندي عليズ اللون الأخضر هذا عايز أرفعه تمام نقطة شوي أسحب يصير معي اللون الأخضر لكن يتطبق على جميع أجزاء وهذه المشكلة فيه تمام ايضا رجع رجع بهذا الشكل لو ايد أسحب لون أخضر كامل يعني اللون المعاجب من اللون أخضر أسحب لتحت لو أزيد اللون أخضر أرفع مثلا أنت شفت الفيديو في لون أخضر زايد. فأتجدت أسحاب بهذا الشكل. تمام? مسلا عندي لون أخضر زايد. فأقدر أسحاب اللون الأخضر بهذا الشكل فيزل عندي وضوح الصورة. تمام? نروح لون الأزرق بهذا الشكل. لون الأزرق مثل ما شرحنا مع بعض. أي شيء لونه أزرق عندكم. مثل الساعة. أخذ قطارة. راح الساعة. والقلب. راح يعطيني اللون الأزرق. راح يزيد اللون الأزرق. نزل راح يزيد اللون الأصفر. يعني عملية عكسية للأشياء. فهذا طعمة الكير. كولور وايل. كولور وايل تتحكم في الأجزاء معينة من الألوان. الخاصة في الشادو. الخاصة في الخاصة في كل هذه الأشياء. أنت تقدر تتحكم فيها مثلا تتحكم في الزاوية الخاصة في اللون ودرجة اللون بهذا الشكل. شرق مع بعض أنا لو حركت دائرة بهذا الشكل. راح يبدأ يتحرك معي يزيد اللون على الجهة اللي أنا أشتر عليه مثلا لون الأزرق يروح على اللون الأزرق أحمر يروح على الأحمر. أصفر أخذ يروح على الأخضر بهذا الطبيق بهذا الشكل تمام. تحصل على آآ ألوان معينة على جهة معينة. طبعا تزيدها حبات لكن أنا الشرارة بس أشرح كيف أنت تتحكم فيها بس تمام. شرق مع بعض. كيف؟ تقريبا كلها هي متشابهة مع بعضها. هذا القائمة بشكل عام ما راح ما نستفيد منها بشكل كبير لكن أكثر شيء نستجد منه هو قائمة الكيربز قائمة الهيو اسيل قائمة البيس كهي الأشياء الرئيسية. أنا لو أطفي الآن الهي الكيربز ونشغل الفيديو اللي أنا كتشغل عليه بالبداية. لاحظ معي كيف النتائج مع بعض. صارت أفضل بكثير من أول والنتائج معني حلوة. يعني الآن الفيديو صار عندي جاهز فيه بعض الملاحظات البسطة لكن ايش طلعت بنتائج جميلة. لكن عندي الكيربز كان هنا بسبب لي مشكلة. قلنا نتأكد من الكيرب. الآن بسرعي هذا الكيرب. برجعه. شوف معي. رجعت المكان الطبيعي. الآن رجع معي الفيديو على وضعه الطبيعية. لو شغل الكيربز راح تلاحظ أن الفيديو يصير أكثر يعني أكثر سطوع فيه الألوان. طفي الكيرب. راح يطفي معي تماما. هذا مفواد الاجستمت. الآن الفيديو صار جاهز معي معدل ألوان جميلة. ألوان كلها جاهزة ورائعة. لو شوف قبل وبعد. هذا قبل وهذا بعد. كل الأشياء لمعنى اختلفت تماما عن ما كانت عليه بالسابق. أن الوضع طبيعي يلاحظ معي كيف الألوان. وكيف عدلناها على تطبيق كوب كوت. وكيف حصنا نتائج حلوة من خلال قائمة البيسك ومن خلال قائمة وهي وسائل وقائمة الكيربز. تماما. كل الأشياء هذه بتعتبر من الأشياء الاحترافية في تعديل الألوان على قائمة آآ كيرب كولارز في تطبيق كوب كوت. فأنت تستفيد منها وتقدر تضيف لوتس. إذا انت حاب تضيف لوتس معين من الخارج. هذه راح أشرحها في درس خاص فيها. عشان نستفيد منها في الدروس الجاية. طبعا كل قائمة الاجستمينت انت تستفيد منها وتعدل على أي شي تحتاجه في قائمة اجستمينت. طبعا أنا عايز عدل ألوان بشرة. علوان بشرة طبع تعديلها مختلف عن تعديل الألوان المنتجات. مثلا لو روح اجيب فيديو خاص فيه الآن. مثلا عندي هذا الفيديو. أسحبه على كوب كوت. حطه في الفيديو هذا أنا عايزة ألوان وأنا كشخص يعني تلوين الشخصيات مختلف تماما عن تلوين. طبعا أنا مصور فيه الستيديو الخاص فيه طبعا راح يكون فيه إضاءة وفي كل حاجة. أنا عايزة ألوان الفيديو هذا بطريقة احترافية وأضبط البشرة وأضبط تناسق الألوان بطرق احترافية على تطبيق كبكات. الأمر بسط جدا نروح على قائمة البسك مثل ما شرح في البداية. مثلا لاحظ أندي اللون. اللون أحتاج إضاءة في المكان وأحتاج اللون الأزرق أزيده شوية. هذا الشكل وأحتاج مثلا اللون الأخضر. لو زيد اللون الأخضر راح يزيد عندي اللون الأخضر. ستمنى نفسك بهذا الشكل راح يزيد عندي المنفسك. لكن خليه من البنفسك شوي أحسن. اللون الأحمر زيد حبتين درجتين عشان يكون في عندي اللون أحمر في المكان اللي احنا لدي هنا إضاءة حمراء فأزيدها وراح أزيدها من قائمة الهيو اس ال عشان أحصم نتائج حلوة مثل ما شرحت بالبداية. طيب بل عندي الإضاءة أزيد الإضاءة شوي لأنه أصلا إضاءة عندي خافتة وأخفى بالهايت لايتس والكنتراست أزيدها درجتين والهايت لايتس أخففها إلى درجة أقصى درجة ممكنها الستة وعشرين إلى إداعش تقريبا عشان تكون معي الأمور تمام. الشادو المعطقة اللي في أشهده هل أزيدها ولا أخففها إنتو إيش رأيكم أزيد بهذا الشكل ولا أخفف بهذا الشكل ولا أزيد شوي بهذا الشكل يعني ما أتقليه في أشهده لا راح أنا نقصها درجتين عشان تكون أكثر رابعية معاي لو أزيد الهاي الوايتس راح تصيد زيد عندي الألوان الساطعة لو أخفف راح خف عندي في الفيديو لكن أنا راح أزيدها درجتين عشان يكون أحسن لون الأسود كل شي فيه لون الأسود راح أخلي ناعد لصب هذا الشكل ولا أخلي سالب ولا أخلي موجب راح أخلي سالب درجة واحدة كفية الألوان ستيشن راح أخليها مثلا سالب اثنين الشار بين الحدة راح أخليها أربع وعشرين أشوف لو أزيدها راح تخرب معي الصورة بشكل نهائي الفيديو أخرب معي لكن أخليها أثناش كويسة واللي تحت خليها درجتين زايدة والأطراف اللون الأسودة خليها إلى سبعة بعد الشكل أنا الآن بديت أحصل نتائج حلوة أروح على الهيو اس ال الهيو اس ال كل شي لونه أحمر أزيده بهذا الشكل لا فرما اللون الأحمر كيف زاد كيف زادت الألوان الحمر على كل شي في لونه أحمر كيف صارت لونه أحمر لو أخفف راح يخف معي ويروح مع اللون الأحمر لو أزيد راح يرجع معي اللون الأحمر أنا خليها اثناش عشان تكون حلوة معي وما تكون يعني مبالغ فيها وتكون اوبر لا خليها اثناش أو ثمانية كويس تمام اللون الزهري فيه لون الزهري طبعا نقدر أخوحول اللون الأحمر لون الزهري عن طريق التلعب إلى لون أو حولي لون أصفر بهذا الشكل لكن لكن أنا خليني لطبيعتها بيكون أحسن روح اللون الورنج واللون البني واللون الأصفر درجات البني والأصفر لا مكان في شيئ من درجاة لون القنال راätzلها للي ممكن إزيدها لاحظ في جاهدها كيف يصدر السطوالي لكن تخليني جداً لون البشرة كذلك لونه أصفر أو لونها برتقالية ممكن أزيد sig Sustainable ونجد سالب حبة لانăngريق الاختلاف بلون البشرة عن القميص عن اللون الأحمر تمام اللون الأصبر هل عندي لون أصبر في الفيديو ما عندي لون أصبر اللون الأخضر عندي هنا خلفية في لون أخضر بسيط لكن مو واضح بالصورة الوزيدة لاحظوا انه فيه راح يزيد معي شوية لكن مو واضحة زعيد تمام اللون الأزرق كل الفيديو فيه لون أزرق فأنا ممكن أروح مو اللون الفاتح أروح لون الأزرق اللي هو غامق شوي فممكن أزيد التشبع عن لون أزرق لاحظ الخلفية في لون أزرق وهنا في لون أزرق وهنا في لون أزرق فأنا ازيد التشبع لون أزرق لأقصى درجة ممكنة لأنه ما راح يتحكم في الألوان الزرقة ودرجات اللون الأزرق تمام اللون بنفسجي في عندي شي بنفسجي ما عندي شي بنفسجي كل الألوان عندي هي أزرق وأحمر وأخضر وألوان ثانية بابسجي فاتح وزهري ما عندي أبدا الآن وصلنا للدرجة حول كيرو بمعارات سأستخدم يعني في المكان هذا كيرو لانا مثلا الاضاءة اخففها لا ممكن ازيد الاضاءة درجة واحدة على الكير درجة واحدة بس جفي لا ولا لا احبر هل لازلوني ازيده على الكير لو ازيده راح يسبب لي مشاكل فانا اخلي مثل ما كان ولا اخلي مثل ما كان ان يتحكم فيه بشكل فردي فقط انا زودت الاضاءة على الكير ممكن انا ازودها شوية خلالها في الوسط هذا الشكل ممكن اخففها اجزاء معينة من الفيديو فانا لو الاحظ ان الجزء هذا هذا السفلي يحتاج اضاءة اكثر فراح اتحكم فيه شوي شوف لاحظ معي اتحكم فقط اجزاء معينة ازيد الشادو فيها شوي تمام اذا صرت نتائج فلوة مثل ما احبنا مع بعض الخفف طبعا الازلاء وطبعا انا طبقت الان التلوين وين على الفيديو بشكل مباشر وهذا يعتبر خطأ يعني انا طبقت وين الفيديو ما طبقت الان لو ارجع اعز ارجع اعدل جزء من الفيديو وانا عندي مجموعة فيديوهات فهذا راح يشكل لي عقوب اه يشكل لي عقابة كبيرة في تلوين الفيديو لكن ما علينا الان فقط انا اشرح بشكل سريع كيف نعدل الوان البشرة من الاشياء الحلوة على تطبيق كبكاتوني يسمح لك انك تضيف بلور للبشرة ونضيف نعومة للبشرة من قائمة الى الحلوة نروح على فيديو راح على قائمة انهانس والجميل على تطبيق كبكاتوني الاسباح لكنا نضيف نور نعومة للبشرة اروح على قائمة انهانس من خيار الفيديو من خيار الفيديو راح على قائمة انهانس بعدين اختار بعدين اختار سموز للبشرة راح يضيف لي نعومة للبشرة لما اخليها اربعة عشان ما تتأثر عندي البشرة بشكل عام لو ازيد راح تلاحظ الشخص اللي يشوف الفيديو انه في لغب في البشرة وفي تعديل واضح لكن انا اخليها بنسبة وابتناسب حيث ان ما يكون الامور عندي واضحة ووبر زايدة فلاحظة الآن التلوين قبل وبعد طفي الآن لو تريد طفي التأثير قبل بعد ما راح تقدر تشوف قبل وبعد ليش لانه اساسا انت ما طبقت على الجسم عشان انت تطفي وتشوف هذا من الاشياء السلبية اللي انت راح تواجه ها اذا انت طبقت تأثير الالوان تطبيق الالوان على الميديو بشكل مباشر عشان كده راح تضطر تشوف الميديو قبل وبعد عن طريق انك تنازل نفس الميديو من قائمة الميديا فهذا الشي راح يتشكل لك عقبة كبيرة لو شوف قبل وبعد هذا قبل وهذا بعد لاحظ معي النتائج كيف صارت يعني حصلنا على نتائج احترافية من خلال تطبيق كوبكات بالوان احترافية في تطبيق كوبكات الجميل لاحظ معي كيف النتائج جميل جدا وإلى هنا اصدقائكم ختمنا حلقة هذا اليوم في شرح قائمة كولرز على تطبيق كوبكات وإلى هنا انتهينا من حلقة هذا اليوم اتمنى اني يكوني قدرت ابسط لك الامور كلها في تطبيق او في كورس كوبكات الاحترافي واتمنى منك تدعمنا باللايك والشير وتشارك هذا المحتوى من اصدقائكم لما تهمي في المونتاج والتصويق وصناعة المحتوى عشان يستفيد بهذا الكورس المجاني ولا تنسى تضغط على زر الاشتراك وتضغط على زر اللايك عشان يستفيد الجميع وينتشر هذا المحتوى عند الجميع وأشوفك في الحلقة القادمة وفي الختام سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله لا تستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة